نوكيا 8 السلام عليكم معكم حسن مقرأة اكستيكي النوكيا 8 هو الحين الجهاز الأساسي بالنسبة حق نوكيا أو شركة HMD Global اللي تصنع تلفونات نوكيا ناحية التصميم عندنا جهاز مصنوع من الألمنيوم طبعا للأسف يعني كممكن جودة التصنيع تكون أفضل الألمنيوم نفسه تحسه شوي فاضي من اليمين عندنا زرين الصوت وزر التشغيل هنا صايرين بزاوية غريبة لأن الجهاز منحني فالأزرار صايرين مع الانحناء نفسها وأيضا الزر نفسه فيه لصوت عالي لو تسمعون ما أدري هل هذه مقصودة أو كان عيب بالتصنيع لكن الصوت عالي بالنسبة حق ضغطة الزر نفسه من فوق عندنا منفذ ثلاثة فاصل خمسة للسماعات ومن الي سار عندنا مكان الشريحتين أو شريحة وبطاقة ذاكرة خارجية من الأسفل عندنا مكان اليو اس بي تايب سي والميكروفون وأيضا سماعة التليفون للسبيكر للأسف هنا عندنا سماعة وحدة في النوكيا سيكس شغلوا السماعتين السماعة في الأسفل وسماعة المكالمات لكن هنا فقط هذه السماعة الوحيدة شغلة معك من الأمام عندنا شاشة الجهاز وضوحها QHD 1440x2560 حجم الشاشة 5.3 إنش بالنسبة حق الوضوح فالوضوح عالي ويد بالنسبة حق حجم الشاشة لكن ممكن يعتبكم هالوضوح هذا بالنسبة حق الشاشة الصغيرة للأسف ما عندنا وسيلة من داخل الإعدادات أنه نقلل من وضوح الشاشة من Quad HD Live Full HD هذا موجود عندنا بالإعدادات أعلى الشاشة عندنا الكاميرا الأمامية اللي هي 13 ميجابيكسل وعندنا سماعة المكالمات والسنزرات وأسفل الشاشة عندنا زر آخر البرامج وزر الرجوع وبالنص عندهم زر الهوم وأيضا مستشعر البصمة يعني مستشعر البصمة للأسف صغير وفي بعض الأحيان ما يقرأ البصمة بشكل مناسب يعني تحتاج محاولة محاولتين أو بعض المرات ثلاث محاولات حساس يقرأ البصمة بشكل مناسب وأيضا لو تلاحظون أن الأطراف عندنا كبيرة من الأعلى ومن أسفل الشاشة الجهاز نازل فيه أواخر 2017 فكان مفروض أنه يحلون الموضوع هذا ويحطون أطراف أقل لكن ممكن خاشينا حق جهاز قادم من الخلف عندنا كامرتين 13 ميجابيكسل 13 ميجابيكسل وحدة تصور تصوير ألوان والثاني منوكروم اللي هو أبيض و سود هذا يعطيك تصوير أفضل بالنسبة حق وضوح الصورة بالنسبة حق تركيبة الصورة يعطيك الظل مناسب وأيضا درجة الألوان مناسبة أو هذا على حسب ما المفروض يصير لكن رح نشوف بعدين هل هذا يصير بالنسبة حق تجربة التصوير الفيديو وأيضا عندنا الليزر أوتوفوكس وعندنا الفلاش الكاميرا الأساسية فيها مثبت بصر ميكانيكي وهذا شيء جدا ممتاز خصوصا ما في بروز واضح بالنسبة حق الكاميرتين عن هيكل الجهاز تكلمنا عن الهاردوير تكلمنا عن التصميم وتكلمنا عن المواصفات الآن نتكلم عن السوفتوير الشيء المشترك بشكل كبير بينه وبين نوكيا سيكس وفايف وثري اللي هو سوفتوير النظام هنا عندنا نظام أندرويد خام ما في عندنا إضافات من شركة نوكيا اللهم وبعض الإضافات الصغيرة اللي أيضا موجودة من نوكيا ثري لكن موجودة هنا مثلا عندنا إضافة الموشن الموشن هنا في عندك شغلتين ما في شغلات إضافية عندنا الشغلة الأولى ترن أوفر تقلب التلفون ورح يلغي المكالمة وإذا كان الجهاز يرن وشلت رح يوقف نقمة الرنيم الإضافة الثانية هي جسترز أدشع على الجستر تقول الحين ها في عندي شغلات وايد لازم أشوفها تلقى بس شغلة واحدة اللي هو جمبتو كاميرا لما تطق زر الفاور مرتين وهذه ميزة موجودة في الأندرويد يعني مو شهي دي بينا نوكيا بالنسبة حق النسخة اللي عندي هنا هذه نسخة 4 جيجي بايت رام 64 جيجي بايت ذاكرة داخلية في نسخة ثانية للنسخة اللون الأزرق نسخة خاصة حصرية 6 جيجي بايت رام و 128 جيجي بايت ذاكرة داخلية بالنسبة حك صرف الرام فالجهاز ما صرف الرام وايد حتى لما تحطي برامج وايد لكن في عندنا مشكلة بالناحية الذاكرة التلفون من أول ما طلعته من العلبة السystem اللي هو النظام ما اخذ ذاكرة عالية خير من 64 جيجا بايت حاجز لك 13 جيجا بايت ويد لكن عندنا شيء غلا زينا هنا اللي هو مكان حق ذاكرة الخارجية ومن ناحية النظام فسرعة التحديثات جدا ممتازة يعني الحين هالتلفون هذا يعتبر على طول مباشرة اللي وراء تلفونات جوجل اللي هو البيكسل والنكسس يستلم التحديثات أول بول برنامج الكاميرا الأساسي يعتبر برنامج عادي خيقول عادي جدا حتى بعد يعني ما في مميزات وايد طبعا حطي لك الميزة اللي هو تصور بالكاميرتين تقدر تصور بوحدة منهم اللي هو الأبيض والأسود أو تقدر تصور بالكاميرتين مع بعض أو تقدر تصور بكاميرات الألوان طبعا تقدر تعرف الفرق أنا راح أطلكم الحين نموذج حق تصوير المشهد نفسه بالكاميرا العادية اللي هو يستخدم الأبيض والأسود والألوان راح أطلكم نفس المشهد لما يكون ألوان بس وحطلكم نفس المشهد لما يكون أبيض والأسود بس من ناحية الكاميرا الأمامية هنا في عندنا ميزة اللي هي البوثيوا تعظل لك القاين بتبطي وتصور صورة في نفس الوقت أو فيديو أيضاً ميزة أه Rolls Per ao K أيضاً يوجد ميزة التصور التصوير الاندرويدm والميزة أيضاً يوجد أن تتعزلك الخلفية التصوير م� 하지만 أيضاً يوجد تصور الいうこと او المانيول موض اللي تقدر تعدل فيه شغلات معينة وقت التصوير لكن هنا الضغفات الموجودة او الشغلات تقدر تعدلها تعتبر بسيطة توكم شفت بالنسبة حق التصوير العادي احنا رحط لكم امثلة بالنسبة حق التصوير للفيديو هذا التصوير بالنسبة حق الكاميرا الامامية حق جهاز نوكيا 8 رح تلاحظون بالنسبة حق التصوير فالتصوير واضح لكن ياخذ زوم شوي لما يبلش التصوير ايضا في عندنا ميزات اضافية وقت التصوير في الكاميرا الامامية موجودة في اجهزة ثانية اللي هو تقدر تصوير تايم لابس وايضا سلو موشن من الكاميرا الامامية ايضا والجهاز يسمح لك ان تصوير 4K لغاية 30 فريم بالثانية في ميزة موجودة في جهاز النوكيا 8 اللي هي ميزة الاوزو اوديو اللي هو يشغلك المايكروفونات وقت التصوير وقت تصوير الفيديو في الكاميرا الامامية والكاميرا الخلفية يخليك إما تصور المايكروفونات تركز على الجهة الأمامية أو المايكروفات تركز على الجهة الخلفية أو تأخذ الصوت بالكامل الصوت Surround للأسف هالميزة هذي موجودة في وقت التصوير الفعلي لازم توقف التصوير وتغيرها وترد مرة ثانية توقف التصوير وتغير ذا بغيت تغير الحين أنا قا أصور لما المايكروفون يأخذ الصوت من الأمام خليت أزرب لكم لما يأخذ الصوت من الخلف الحين المايكروفون قا يأخذ الصوت من الخلف تلاحظون فرق الصوت الحين راح أجرب إما يأخذ الصوت بالكامل Surround الحين المايكروفون قا يأخذ الصوت بالكامل Surround راح تشوفون أيضا للفرق شفتوا أمثلة التصوير الحين راح أطلقكم شغلة معينة سنقول أثارة اهتمامي البرنامج ما للكاميرا هنا يحتاج جوية تضبيط أيضا فاستخدمت برنامج كاميرا ثاني اللي هو برنامج جوجل هذه تم أخذها من برنامج كاميرا نوكيا 8 برنامج نوكيا وهذه الصورة الثانية هذه تم أخذها من برنامج جوجل راح تلعظون في فرق بين الصورتين خنشوف الآن اختبار الصوت بالنسبة حق السماعة الموجودة في الأسفل الصوت طبعا راح يصير عالي لكن كان يفضل سماعتين صدق الله العظيم صوت عالي الصوت أيضا واضح بس كنت تتمنى أن يكون الصوت من الصوبين أو من السماعتين التلفون حاليا نازل في الإمارات في السعودية إن شاء الله خلال سبوعين أو ثلاثة راح يكون نازل أيضا عندنا بالكويت السعر اللي هو 140 دينار تقريبا 1800 درهم 1800 ريال سعودي السعر أحسه مناسب بالنسبة حق المواصفات بالنسبة حق القدمة لكل الجهاز مع التحديثات اللي قاعدة توصل البطارية هني سعتها 3090 مليمبير تدعم الشحن السريع عن طريق كوالكم كوت شارج 3.0 والشاحن أيضا موجود بالعلب وهذا شيء ممتاز البطارية ممتازة تعطيني من 5 إلى 6 ساعات وقت شاشة واستخدامها أيضا ممتاز يعني ما رح تحاتي بالنسبة حق البطارية على النوكي شكرا جزيلا لمتابعة ويعطيكم العافية